مشاهدين الكرام مساء الخير ميلاد مجيد وكل عام والجميع بخير نتمنى أن يعيده الله علينا بالحب والاستقرار والسلام والدفء أيضا في هذه الأجواء العاصفة والأهم بعودة لبنان إلى صابق عهده وبانتهاء الأزمات بهذه الليلة نرفع الصلوات والدعاء لأن يتخلص لبنان من كل هذه الأزمات حلقتنا اليوم ثلاث ملفات الملف الأول زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جويترس إلى لبنان والنزحون السوريون وهذا الملف الشائك والمعقد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والملف الثاني التعميم 161 وما نتج عنه من إشكالات وإذلال المواطنين الملف الثالث إنجازات لبنانية كالعادة بالملف الأول بدي رحب بضيفي دكتور علي فعور الخبير ورئيس مركز السكان للتنمية دكتور فعور مساء الخير وأهلا وسهلا فيه شكرا دكتور علي قبل من فوض بتفاصيل الأعداد الموجودة في لبنان بملف النازحين السوريين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خرائط وأعداد وأرقام وتجنيس وغيره كون هذا هذا اختصاصك بالطبع بدي استغل واغتنم هذه الفرصة وأسألك عن زيارة أمين عام الأمم المتحدة إلى لبنان أنتونيو جويترس الأسباب وما وراء هذه الزيارة ليس في التصريحات الإعلامية أيضا لأنك خبير في الأمور والقوانين الدولية وحقوق الإنسان شكرا أول شيء أحب ضم تمنياتي لتمنياتك للمشاهدين وللجميع بثنة خير وإن شاء الله بتحمل مع توقعات وأخبار جيدة للجميع بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جويترس حقيقة في عنوان كبير بهذه الزيارة إلى لبنان لأنه أول شيء لموقعه هو في الأمم المتحدة وبشكل خاص لدور لبنان لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة وفي لجنة حقوق الإنسان ولبنان له دور كبير من خلال الانتشار اللبناني في العالم يعني عندنا انتشار واسع للإغتراب اللبناني العنوان برأيي الأبرس الأساسي اللي من أجله يعني كان توقيت هذه الزيارة هذا النقطة اللي لفتك لنظري يعني أنه بـ 18 كانون أول من يومين تلاتي يعني هذا اليوم هو اليوم الدولي للمهاجرين في العالم وللأمين العام تاريخ طويل مع اللاجئين ومع المهاجرين ومع التحركات السكانية كان مفوض سامي في السابق وكان مفوض السامي هو قبل الأزمة السورية يعني من 2005 وطلوع وطلوع نعم بال2016 تم انتخابه أمين عام للأمم المتحدة واستلم بأول 2017 لكن كان له دور كبير كبير بهذا المجال وهو أسهم وقدم كتير كتير ببناء المفوضية العليا للاجئين واللي إلى دور كبير بمنظمة الهجرة الدولية منظمة الهجرة الدولية تأسست من سبعين سنة لأنه بلشت تبرز أهمية الهجرة والمهاجرين في العالم اليوم نحنا على أبواب تقريباً 2022 في بحدود 300 مليون مهاجر ولاجئ في العالم منهم 80 مليون هنه نازحين ولاجئين فيهم لاجئين حوالي 26-27 مليون لاجئ وبين اللاجئين ذكرت حضرتك النزوح والنازحين السوريين لاجئين السوريين بين اللاجئين فيه سوريا تمثل البلد الأول بالعالم يعني فيه الدول الرئيسية خمسة بالعالم سوريا البلد الأول في العالم حوالي 7 مليون لاجئ خارج سوريا هلأ كمان نقطة الأساسية البيرزي لزيارة الأمين العام للأمم المتحدي أن لبنان هو البلد الأول في العالم الذي يستضيف عدد لاجئين يعني نسبة لاجئين بالمقارنة مع عدد سكان لبنان يعني ما في بلد بالعالم بيستقبل تقريبا من اللاجئين والنازحين كلهم لاجئين كلهم مع النازحين حوالي 40% من سكان لبنان وهي ذي ظاهرة فريدي بالعالم يعني ووحيدي وفي شيء تاني كمان لبنان البلد تعريبا الأول بالعالم من حيث نسبة اللاجئين لمساحة الأرض مساحة الأرض في لبنان منعرف 10452 كنو مات مربعة لهذا السبب في نقطة أساسية أنه في بداية النزوح السوري عندما وصل العدد لمليون مليون لاجئ في لبنان فحب شير هون يعني هاي تعريبا بال2013 لاحظ خلال سنتين اللبنان كان يستقبل بالفترة الأولى حوالي 50 ألف نازح سوري يوميا يعني ما بتصير ولا في بلد بالعالم يعني بيستقبل بيقدر هذا العدد الكبير من اللاجئين حتى أنه نائبة ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين قدمت بشهده لألة أمام معهد نلفن للدراسات بالولايات المتحدة بتقول لهم أنه إن التزام لبناني الثابت بالمبدأ الإنساني الدولي للحماية يخدم كمثال للمنطقة يعني أكدت على أنه قالت دفع لبنان ثمنا باهظا نتيجة لكرمهين يعني عم بتخبرهم كلهم بتقولهم المقارنة عدد اللاجئين لعدد سكان لبنان تخيلوا أنه يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 75 مليون مهاجر يعني بالمقارنة مع 325 مليون عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعني هون النقطة الكبيرة إذن التركيز على هذه الزيارة اجت للدور الكبير اللي قام فيه لبنان والدور الكبير اللي قام فيه الشعب اللبناني من هون هو كان عم بيأكد على وعم بيتجه على أهمية يعني استضافة اللبنانيين واستضافة اللبنانيين النازحين هني موجودين على مختلف الأراضي اللبنانية ولكن بشكل خاص في ضواحي بيروت في منطقة لبقاء في منطقة الشمال عكار وترابلوس وضواحي صيدة والمدن الكبرى يعني فينا نقول أنه موجودين في الأماكن تقريبا حيث يوجد سكان إلى حد من نقول أنه مناطق فقيرة مناطق سكن فقير تستقبل النازحين يعني فقراء يستقبلون فقراء هذه النقطة البرزي هذه النقطة البرزي كمان دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق الإصلاحات وقال إذا ما طبقتوا إصلاحات هوا عن قدر إنساعتها طبعا هيدا العنوان الكبير هون بحب شير أقول المشكلة الأزلي نهاية السنة الماضية نهاية السنة الماضية بيعطيئت كل إلنا مقابلة هون وحكينا أنه نحن بنعرف أنه لبنان واجه بالـ 2020 من أكبر الأزمات بالتاريخ يعني الانفجار اللي حصل بمرفق بيروت بأربعة أب وهذا من أهم الانفجارات اللي حصلت تقريبا بالعالم بعد هيروشيما هلأ بعد منه بيعني تسعة أب كان فيه مؤتمر دعم لبنان نعم وبفرنسا بباريس وبتسعة وعشرين أب كمان عمل نوع من لقاء مؤتمر دولي نعم ونعمل بثنين كانون أول 2020 مؤتمر ضم أكثر من ثلاثة أو ثلاثين دولي بالعالم لدعم لبنان يعني سنتر ماضي انتهت مثل هذا العام بتوجه ودعوة نتيجة المؤتمر الدعوة دعوة اللبنانيين للإسراع كان فيه فراغ بالحكم والحكومة لتشكيل حكومة والقيام بإجراء اللي عم تحكي الإصلاحات وأولها منعرف نحن محاربة الفساد وتنظيم الجباية وتنظيم الضرائب وقطاع الإصلاح والخطاع العام وغيرها من الخطاعات يعني كل الإصلاحات اللي كان عم بركز عليها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لأنه المؤتمرات كلها عم يعني عم يشارك فيها دايما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي مستعدين هني أن يساعدوا بتسهيل عملية إنقاذ لبنان نعم أيضا هناك مشكلة عائقة ترسيم الحدود البحرية والبرية ومنع التهريب هون قد يظن البعض أنه فقط هي ضبط الحدود هي منع التهريب والتهريب الأكبر والسرقة الأكبر لثرواتنا وغازنا من قبل عدو الإسرائيلي هو من النقاط كمان اللي بحثت مع الرؤساء لأنه زار رؤساء تليتي بحث معه النقاط من أبرزها كان ترسيم الحدود البحرية والبرية ومنعرف نحنا أنه أساس بناء الدولي الدولي شو؟ الدولي أساس أول شي الحدود ومساحة الأرض يعني مع الأسف الشديد أنه عندما تم ترسيم أول ترسيم للحدود البحرية باللبنان لنعمل بال2007 وبالحد 2009-2010 باعت لبنان نقاط الترسيم وحدد الخط 23 للأمم المتحدة عندما كشفوا بالأمم المتحدة على ملف لبنان وبدون يوضعوا حدود الترسيم البحرية تبين لهم شوفوا النقطة الأساسية أنه ما فيه ترسيم حدود برية في لبنان يعني بملف الأمم المتحدة ما فيه حدود برية يعني عندنا مشكلة كبيرة كتير نحنا في لبنان من الاستقلال إلى هلأ أنه ما طبعا فيه ترسيم في الحدود خط الهدن المعمول بيننا وبين فلسطين المحتل وبمقدمة الدستور فيه الحدود ولكن منصوص عليها بنقال مثلا الحدود فيه حدود قضاء القضاء ببعلبك الهرمل وحدود القضاء برشاية وحاصبية يعني ما فيش على الأرض وهذا اللي خلى يعني برغم أنه مزارع شبعة معروف عنه وفي وفائق وفي مستندات كاملة أنه لبنانية هذا اللي خلى أنه تعريبا بعد فيه مشكلة حول الحدود بالنسبة للحدود البحرية الخط الأول اللي أرسلوا لبنان للأمم المتحدة اللي وصل للخط الثلاثة وعشرين فيه تعريبا كان 860 كنومة مربع المناطق اللي حددها لبنان وطالب فيها بالبحر هلأ اللي كان علقاء حوله النزاع لكن تبين بالفترة الأخيرة أنه هيدا الخط فيه أخطاء تكبت يعني ما كان فيه دراسة دقيقة برغم وجود مستندات وفيه كشف كان من قبل الفريق البريطاني أنه لا فيه عندنا نحنا كان بعد أكتر مسيحة أرض بالبحر مسيحة يعني هي بحدود الألف واربعمية وستين كيلو متر مربع يعني صار عندنا 2290 كيلو متر مربع هي المناطق اللي هلأ متنهزة عليها هلأ هون فيه إشكال متل ما بنعرف وحصل مفاوضات مع يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوقفت بعدين هلأ شيء في مساعي ويبدو أنه مثل ما شفنا بلقاءه والآخر مع الرؤسة الثلاثة بشكل خاص مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري لي أكد الرئيس بري على أنه المفاوضات خاصة البحرية يجب أن تتم بإشراف الأمم المتحدة وحضور المندوب الأمريكي فيها وهذا هلأ إن شاء الله نتأمل خير نحن إن هذا الملف يعني لأنه يساعد على حل كثير من أزمات لبنان خلينا نحكي عن المشكلة الأبرز بالنسبة للسوريين من جهة وللبنانيين من جهة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هذا الملف أمأن الأوان لأن يحل بالطريقة الصحيحة دكتور الأمم المتحدة عادة فيه قوانين يعني فيه اتفاعيات بخصوص اللاجئين واللجوء والنزوح وغيرها يعني فيه خرائط موجودة عادة اللاجئين يأتي على بلد وخلال فترة معينة في مرحلة تانية بيسموها إعادة التوطين في بلد ثالث هلأ اللي حصل بالنسبة للبنان أنه لبنان كان عم يستقبل وهذا شيء طبيعي بخصوص يعني لضرورة في شيء منسميه الحتمية الجغرافية يعني الحدود اللي بيننا وبين سوريا 375 كم والأزمة السورية عم تتصنف الأزمة السورية اليوم يعني من حيث الوزن الديموغرافي ومن حيث الفترة الزمنية بأنه أكبر أزمة اللاجئين منذ قيام المفوضية العلالة اللاجئين يعني من هون يعني كان فيه بالبداية على أساس أنه المجتمع الدولي يتم إعارة التوطين ببلد ثالث وبالفعل حصل نفس اللي حصل مع اللاجئين الفلسطينيين نعرف اللاجئين الفلسطينيين كيف إجوا على لبنان وكيف بلشت بعد ما إجوا سنتين ثلاثة بلشت محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولبنان رفض وهي دي كانت من أكتر من خمسين سنة تعريبا أجرت عدة محاولات بهالخصوص وهالشي تم كمان من من الالفان وسبتعاش بالالفان وسبتعاش وبالالفان وثمانتعاش بمؤتمرات ببرلين وبجناب حول النازحين السوريين كمان نفس الشي صار يتم اختراحات دولية وعروض اللي بيحطوها هني تحت عنوان دمج دمج النازحين السوريين في لبنان وهو بحب بقول شغلي بالفعل أنه من جانب اللبناني كان فيه يعني فينا نقول أنه كتير كتير عدم قدرة على تنظيم الملف للنازحين في لبنان يعني لبنان تخلى كتير كتير عن دوره الأساسي في تنظيم الملف ناخد مقارنة مثلا بالنسبة للأردن الأردن النازحين السوريين اللي بيدخلوا للأردن اعتمد شي اسمه مثلا بالدخول تسجيل يعني بصمة العين بصمة العين وحدد أماكن للنازحين لبنان تعريبا فتح الحدود فتح الحدود مثل ما قالت بعدة معابر وغلا في فترة يعني فيه ضرورات إنسانية لازم يفتح الحدود منهم كانوا كلهم كل الهيات الدولية هذا قواتل كان في حرب وقتل كان في أزمي ولجنة حقوق الإنسان وكلهم عم يشيدوا بهذا الشيء ولكن ما تم تنظيم الملف يعني ما كان فيه قيود إحصائية ما كان فيه توجيه يعني تحول لبنان بال2012 و13 و14 أصبح لبنان تقريبا مخيم كبير يعني على امتداد الأراضي اللبنانية بالبداية لحد 2014 أكتر من 2500 عشوائي ومحلي وغيرها حتى إنه شملت كل الأراضي اللبنانية وبالفعل أنا يعني بال2015 عملت إحصائات ودراسات على أعداد النازحيين استنادا إلى الأرقام اللي عم تنشرها المفاوضية لعلى اللاجئين وتبين أنه في شيء بارز كتير كتير أنه غالبية النازحيين اللي كانوا عم يجو أكتر من 81% كانوا مشكلين من النساء والأطفال دون 17 سنة نحي تشوف يعني ومن الإحصائات تبين أنه اللي عمرهم بين النازحين خمس سنين وأقل حوالي 250 ألف طفر يعني من في بلد بالعالم بلد بالعالم بيقدر يحمل هذه الأعداد الكبيرة هم من سميهم يعني نوع من السكان بيحتاجوا لإعالي بيحتاجوا لدعم بيحتاجوا لمساعدات هلأ المساعدات اللي كانت عم تجي وعم تقترح برجع بقول أنه كلها عم تدخل بيد المفاوضية حتى وهون أنا بعتبروا هيدا خطأ كبير كبير أنه كل السجلات والقيود تركها لبنان على عاطق المفاوضية العلية للاجئين حتى أنه في فترة من الفترات صار يطلب السجلات منها دكتور دكتور قديش صار للنزوح لنا عشر سنين خلينا إذا احتسبنا من ألفين هلأ نحن رح ندخل بالحلى عشر سنين بالحلى عشر سنين يعني من ألفين واحد عشر نعم لليوم قديش الأثار كانت يعني صعبة على بلد صغير مثل لبنان محدود الإمكانيات هون بدنا نقول شيء كرميل ما ننفهم غلط لبنان صغير في تعرير مديون كهرباء اقتصاديا مكسور في تعرير للبنك الدولي وزاد على عدد سكانه مليون ونص كما يقال نعم قديش هذا التأثير كارثي وقديش هناك في ضرورة لإيجاد حل جيد لهذه المشكلة أول شيء الأعداد كانت أكثر من مليونين لأنه أكثر من ستين بالمئة من النازحين ما كان عندهم قيود لا في المفوضية ولا شيء دخلوا في ظروف دقيقة وبحالات طوارئ وفي منهم حتى في منهم اللي دخلوا بالأول انتهت إقاماتهم وصاروا موجودين بدون إقامات وغيرها يعني فيه أعداد تعريبا وصلت في فترة من الفترات وصلت للمليونين ونص هلأ هالأعداد هذي دي كبيري طبعا يعني فيه تدعيات اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية على الوضع في لبنان تعريب البنك الدولي اللي صدر بالـ 2014 يعني بعد تعريبا ثلاث سنوات 2013 نهاية 2013 بيشير لأنه فيه خسيء فيه أكلاف نعم للنزوح في لبنان قدرها بـ 7 مليارات ونص دولار هولي 3 سنين الأولى 7 مليارات ونص إذا بدنا نكفي وناخذ على 10-2 التقديرات هلأ بتقول أنه مش أقل من 45 مليار دولار كلفة النازحين على لبنان هلأ 45 مليار دولار 45 مليار دولار وفيه أرقام منشورة خلال هذه السنوات هذي كلفة مباشرة وغير مباشرة خلال هذه السنوات تتناول الصحة التعليم هلأ الكهرباء الكهرباء مثلا الكهرباء 350 مليون دولار سنويا سنويا يعني هذا الأرقام من الوزير وزير الطاقة في لبنان أكتر من مرة صرح بهالشي عم قولك البنك الدولي أشار حاكم مصر في لبنان في أكتر من تصريح لأله كمان بعد 5 سنوات في الكلفة حوالي 18 مليار دولار يعني كان فيه تدعيات كبيرة بكل مجالات الخدمات البنية التحتية الصرف الصحي بشكل خاص في البيئة مثلا بناخد نهر الليطاني نهر الليطاني غالبية أماكن السكن العشوائي الموجودة اللي بنتها المفوضية العلية للاجئين على ضيفة في الليطاني وحتى الصور بتبين أماكن الصرف الصحي للنهر يعني كمان أسهمت هذه بتلوث المياه بالنهر لأنه ما كان فيه بني تحتية بلبنان قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم وهي ده أثر على كل موارد على كل عناصر البنية التحتية بلبنان وبالنسبة يعني كمان متل ما قالت فيه نقطة أنه اليوم فيه بلبنان فيه جزء مثلا نيخذ بمناطق ترابلوس وعكار ترابلوس مصنفي من البنك الدولي ومن منظمة المدن العربية الحبيتات أنه أفقر ترابلوس أفقر مديني على ساحل البحر المتوسط نعم تصور أنه تستقبل أعداد كبيرة يعني باب التباني حي باب التباني بترابلوس فيه حسب الدراسة اللي عملت الهبيتات أكتر من 35 ألف نازح نعم وسكانه بيطلعوا 50-55 يعني أكتر من نص السكان نعم مثلا عرسال كبلدة عرسال فيها أكتر من نص سكانة تلتين سكانة من نازحين سوريين وغيرها إبلياس وغيرها مناطب اللباء اللباء لوحدة كان فيها تقديرات أنا عملت إحصاءات عليون تقديرات حوالي 80 ألف طفل دون خمس سنوات من أصل 420 ألف نازح سوري في البقاء يعني فيه أعداد كبيرة تحدثت عن 18 كنون الأول هو يوم الدولي للمهاجرين بل نحكي عن أوضاع المهاجرين لب لبنان يعني اللي بيقلب لبنان كيف أوضاعهم بهذه الأزمة الاقتصادية الصعبة وفرق الدولار اللي بيبعطوا لعيالهم ودور الاغتراب اللبناني يعني نحن المهاجرين اللبنانيين في الخارج وأديش عليهم مسئولية الآن ليسعدونا بمحاولة إنقاذنا من هذه الأزمة بالأساس هو لبنان ميزة لبنان يعني فيه أضايا كتير كتير مش بس الأزمة المالية الاقتصادية اللي هي أزمية متفردة بالعالم حتى التحركات السكانية لبنان عنده ميزة إنه بلد مقصد ومنشأ للمهاجرين يعني فيه الهجرات الوافدة والهجرات المغادرة وهلأ عم يتبين عنا مثلا في لبنان اليوم فيه الهجرات المغادرة للألفان وتسطع عشر 2020 حوالي 850 ألف لبناني في الخارج بينما الهجرات الوافدة إلى لبنان أكتر من ضعف هذا العدد يعني هذه النقطة أكيد باليوم العالمي للمهاجرين مثل ما قالت اليوم الدولي للمهاجرين قالنا أنه فيه قرابة 300 مليون مهاجر بالعالم ولبنان مصنف من هذه البلدين يعني من البلدين العشرين الأولى بالعالم وهي عم تستضيف أعنادي كبيرة من لاجئين بالإضافة إلى أنه كمان لبنان مصنف بين البلدين وبشكل خاص بالنسبة لهجرة الكفاءات والأدبغة وأصحاب المهارات وغيرها من اللبنانيين وهلأ البارز نحن عندنا بالنسبة للمهاجرين أنه طوال فترة كبيرة يعني ما حصل مثلاً بالحرب اللبنانية بالحرب اللبنانية كانت نسبة للمهاجرين تعريباً توصل لحوالي 12-15 ألف مهاجر من لبنان سنوياً ارتفعت بعدين ولكن البارز عنا نحن أنه بفترات الأخيرة في لبنان بالألفين وثمانة عشر صارت أكتر من 30 ألف مهاجر بالألفين وتساطع عشر كان الرقم القياسي اللي هو أكتر من 65 ألف مهاجر والألفين وعشرين الألفين وعشرين منعرف كين فيه انتشار وباء كورونا وعدم القدرة على التنقل وإخفال المطارات وإخفال المعابر بالألفين ووحدة وعشرين بالألفين ووحدة وعشرين هلأ التوقعات بتقول أنه هذا هو الرقم الأكبر ربما بتاريخ لبنان يعني أكتر من 100 لـ 150 ألف وفي أرقام تانية عم تتحدث اليوم عن هجرات أنه لحاملين جنسيات مثلاً أجنبية في 70% منه نهاجروا من لبنان في أكتر من 2500 طبيب في أكتر من 2500 ممرضة وممرضة وغيرهم فيه أعداد كبير من أساتيات الجامعات من المهندسين من أصحاب الكفاءات هذه خسائر كلها بالمليارات من لبنان عم يخسرها دكتور بدي الجزء الثاني الجواب على الجزء الثاني من السؤال قبل ما نروح لناخد فاصل وبعد الفاصل نتحدث عن الخرائط والأرقام بآخر ربع ساعة من ملفنا لليوم دور الإختراب اللبناني ومشاركة المقتربين في تلمية البلد وإنقاذ وانتشال البلد من هذه الأزمة قديش ممكن يلعبوا دور مهم جداً وقديش لازم نبعدهم عن الخلافات الطائفية صمام الأمان للبنان واللي هلأ مشكل هو وسيلة الإنقاذ للبنان هلأ الأزمة اللبنانية اللي شايفها يعني فيه ناس متعجبين كيف الأزمة المالية عم تتفاقم وكيف مثلاً الدولار عم يطلع بهالنسبة الكبيرة والناس قدراني يعني التضخم الأرقام التضخم مبارح من يومين نشرت إدارة الإحصاء المركزي يعني صار لبنان من البلدان الأولى بالعالم بالعالم كله تاني شي لبنان هلأ تقريباً على 180 دولي تقريباً الدولة الأخيرة دولة الأخيرة بالعالم بالنسبة لمتوسط الدخل الفردي من الناتج المحلي حوالي 400 دولار هايدي عم ناخدين على متوسط عام يعني لبنان وسوريا فأكيد هايدي اللي شكلت يعني الأزمة الكبيرة هلأ المتنفس الوحيد إذا بدنا نسميه صمام الأمان مرة تاني أكسجان اللي عم يتنفس منه لبنان هو الاغتراب اللبناني هلأ التأديرات عم تقول الأخبار يمكن اليوم ومبارح على أعداد الضخمة حوالي 15 ألف زائر يومياً إلى لبنان من المغتربين والتوقعات بتقول هلأ وزير الأشغال عم يحكي ب600 ألف 600 ألف زائر إلى لبنان يعني اللي بقوله أنا أنه فيه تقريباً حوالي 8 مليارات 7 مليارات 8 مليارات دولار سنوياً قالوا لبنان هذا الاغتراب اللبناني التحويلات الكبيرة من 2003 لل2017 فيه تحويلات أكتر من 100 مليار دولار لبنان عايش إذا ما أنا نقول هل عم يتم قوافل الهجرة موجات الهجرة إلى الخارج هذه هي اللي عم تتكل وسيلة الإنقاذ لللبنانيين بهالفترة الصعبة دكتور قليل نروح لفاصل بعد الفاصل نتحدث عن الخرائط وتوزيعات النازحين في لبنان الأعداد شوي عن الاختراب اللبناني في العالم لأنه ضمن السياق وأيضاً عما تحدثنا فيه في المرة السابقة هل خلص رسمياً أصبحنا دولة فاشلة إذن فاصل نعود لمتابعة ملفات أعود إلى متابعة ملفات ملف زيارة جويت تيريس إلى لبنان وأيضاً الحديث عن النازحين السوريين والاختراب اللبناني وبالطبع الضيفي كما تبعنا منذ بداية الحلقة دكتور علي فعور الخبير ورئيس مركز السكان والتنمية دكتور فعور من أجل أكثر قدر ممكن نستغل هذه الدقائق المتبقي عندنا أكثر من خريطة سنبدأ نطلب من الشباب يعرضونا الخرائط على الشاشة لنتحدث عن توزع النازحين السوريين في لبنان وغير السوريين إذا كان هناك وفيما بعدنا نذهب إلى موضوع خرائط الاختراب اللبناني إذن أديش عندنا نازحين حالياً في هذا الوقت سوريين في لبنان فيه في لبنان اليوم عدد المقيمين في لبنان كلهم بحدود 7 ملايين ونصف كل المقيمين يعني وفيه من العام نشر من فترة أنه المقيمين في لبنان بتوزعوا إلى 188 دولة حتى أنه كنت عم بيحكي عن التحويلات من الغتربين من بره فيه تحويلات من 156 دولة شوف هادي بيدل على الانتشار شوف هادي شباب إذا مناخد الخريطة كيف عم يتزايد وشوف النازحين في لبنان من 2012 لل 2016 تقريباً 2017 كيف عم يزيد الأعداد يعني والانتشار على طول المساحة كل مساحة لبنان لما لهذا السبب أنا قلت أنه فيه عندنا مخيم كبير عم يزيد الأعداد بشكل هائل حتى وصلت بال2014 للمليون وفيه فترة من الفترات وصلت الأعداد لمليون وسبعمائة ألف هؤلاء كانت مسجلين بالمفوضية العلال للاجئين هذه الخريطة الأولى الخريطة الثانية هذه التوزعاتهم بالمناطق في لبنان كلها وخاصة في مناطق كنا نصنفتها المفوضية العلال للاجئين هي مناطق يعني سكانها يعني اللي هني بيصنفوهم الفقراء يعني فقراء يستضيفون فقراء مناطق بالإبقاء مناطق بعكار مناطق بضواحي ترابلوس بجنوب لبنان بضواحي بيروت بضواحي صيداء كلها أعداد على امتداد على امتداد الأراضي اللبنانية نعم بشكل عام يعني حتى أنه بعض يعني في فترات معينة ومرة وزير الشؤون الاجتماعي بلبنان قال أنه امتداد على الأراضي اللبنانية وكل الأرقام موجودة عنده المفوضية الوضع كارفي قال وزير الشؤون الاجتماعية الوضع كارفي ونحن لا نمون على خيمة نعم ليه؟ يعني ليش؟ لأنه كل السجلات والأرقام بيد المفوضية العليا جديد وهذا الخطأ اللي ارتكبوا لبنان أنه ما عمل هو قاعدة بيانات مثل ما الدول اللي بتعمل قاعدة بيانات للنازحين وبتحدد الأماكن وبتدرس كل الاعتبارات على الأراضي اللبنانية اليوم في المفوضية العليا الاجتماعي أنه في جمعيات من أكتر من 120 من أكتر من 120 دولي ما في جمعية بالعالم غير ما عندها بالصحة بالتعليم بالتربية يعني الاندماج واسع جدا من هون كان فيه اقتراحات بالـ 2016 والـ 2017 بدمجهم إلى حد البعض طالب لما إجا من عام الأمم المتحدة إلى لبنان بانكيمون حكي به تقريبا شيء التوطين حتى أنه رئيس الجمهورية بالـ 2017 رفض هذه خريطة بتشوف بتبين أنه كيف لبنان كيف منتشرين على الأراضي اللبنانية يعني تعريبا عن امتجاج الأراضي اللبنانية وكأنه لبنان مخيم كبير غيره كمان هون أعداد غير اللبنانيين اللي قلت في تعديراتهم بحدود 3.5 ملايين وبيشملوا غالبيتهم كمان بالإضافة للنازحين السوريين اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين لحوالي 450 ألف اللي إجوا نازحين من الإعراق كمان حوالي 150 ألف الغير المجنسين بيطلعوا 300 ألف أو المكتومين كمان والعمال العرب وغيرهم وهذه الأعداد كلها بتشكل يعني اللبنان صار مثل خزان بشري خزان بشري فيه 3.5 ملايين غير لبناني وفيه العدد اللبنانيين هلأ بآخر إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي 3.8 ملايين 3.862 ألف وهذا بدل على أنه تعريباً باللبنان صار فيه حوالي نص سكان لبنان يعني إذا أنه 7.5 ملايين يعني فيه أكثر نصهم هني غير لبنانيين هون هجرة بالمقابل فيه هجرة اللبنانيين شوف هجرة اللبنانيين بالعالم فيه أعداد هيئلي جداً هون فيه أرقام تحكي مثلاً بال-2019 فيه لعنا تعريباً أعداد كبير كتير من اللبنانيين حوالي 160 دولي بالعالم كل الدول أبداً بكل القارات فيه الأعداد الكبيري وبشكل خاص بال-2019 الدول الكبيري صار فيه لعنا مثلا المملكة العربية السعودية الأولى باستقبال المهاجرين اللبنانيين وعداد كبير حتى أنه في أرقام مثلا المملكة العربية السعودية 18% 150 ألف وشوية هول بعد مننا الولايات المتحدة الأمريكية 15% أستراليا 12% كندا 11% ألمانيا فرنسا الإمارات العربية السويد وغيرها وغيرها من البلدان اللي عم تستقبلها الأعداد الكبير من اللبنانيين نعم فلنروح للخريطة لبعض هاي كمان هاي دي الخريطة إذا منا نسمي الاغتراب اللبناني بالعالم كلهم اللي منقول أنه في غير المقيمين الاغتراب اللبناني اللي هلأ عم يتسجل وعم يعني عم يتسجل أصب منهم للمشاركة بالانتخابات النيابية مثل ما عم نشوف فيه تعريبا حوالي 230 ألف مغتراب بتسجلوا للانتخابات هون في عنا بتقديرات الاغتراب اللبناني هني تعريبا بين 5 ملايين و 8 ملايين اللبناني اللي عندهم جنسيات واللي هني من أصل من أصل اللبناني حول العالم أكتر شي بأمريكا الجنوبية خاصة لمن أصل اللبناني البرازيل والأرجنتين بعدين الولايات المتحدية بعدين بأوروبا وغرب أفريقيا وأستراليا وغيرها نعم كمان غيرها كمان الرسم البياني اللي بعض هون في استطلاعات هلأ عمد يعني المقييس كانت من بالألفين وخمسة كان الاستطلاعات الشباب اللي بيرغب بالهجرة نعم كان 35% يقولوا نعم منحب نهاجر و 65% لا هلأ حوالي أكتر من 65% للهجرة حوالي 70% من الشباب بدين نهاجروا وهيذي اللي رح نتوقع يعني أنه تأدي لإفراغ لبنان من طاقته من موارده من قدمغته من يعني وهي هالموارد اللي يعني تم اللي هي تعتبر خسائر الكبير هي الرأس مال لبنان نعم هون شوف الولايات المتحدة الإعمالكية نعم العشر الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية الأولى عشر الأولى الكبيري الجالية اللبنانية هي الأولى بين الجالية العربية نعم بالمقارنة مع الجالية العربية يعني هذا رأم كثير مهم لبلد صغير لبنان لبنان عدد دكتين وعمقول بحلول الأربع ملايين مثلا مصر في مئة وعشر ملايين نسمي أو غيرها من الجزائر سوريا كله لبنان الأول بالجالية بالولايات المتحدة كذلك لبنان بين البلدان العشرة الأولى بالنسبة لأستراليا البلدان العشرة الأولى للمهاجرين بأستراليا نعم لبنان موجود لبنان موجود بين البلدان كمان خاصة بالجال العربية بكندا بأوروبا بغيرها من البلدان نعم نعم هون في هاي الصورة بس تشوف هادي أعداد مين هون من الحرب العالمية أعداد المهاجرين الأوروبيين إلى منطقة الشرع الأوسط وشمالي إفريقيا يعني أوروبا اللي هلأ فيه قداش مشاكل يعني البحر المتوسط كله اسمه مقبرة اللاجئين اللي بيموتوا على أبواب أوروبا شوفنا أمس الأحداث بأوكرانيا وروسيا البيضاء حول تهريب المهاجرين نعم شوف لبنان كيف فتح دوله شوف الدول كيف عما تتعامل مع المهاجرين من هون فينا نقول أنه ونأكد أنه المجتمع الدولي خذل لبنان نحن بالسنة العاشرة ودخلين بالسنة الـ 11 هلا وما في دعم للبنان وما في مساعدة للبنان نعم وبالفعل الأزمة السورية هي اللي سيء اللي هي تسببت أيضا بالحالات يعني تصاعد وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بلبنان نعم نعم هذا هذا نعم شوف تعريبا من الـ 2014 على صفحة البنك الدولي في مقالة كتبها أحد خبراء فيهم بعنوان لبنان دولة هشة يعني هيدا هو المؤشرات الدولة الفيشلي اليوم كنا هشة في السابق هلأ أصبحنا أكثر من هشة هلأ هلأ المؤشرات مبينة كانت يعني ليس متينة هلأ حنشوف وحدة كان المؤشرات كلها عم تبين نعم هلأ هناك وحدة ثانية تشوف هيدا النقطة هناك مؤشرات الدولة الفيشلي الي عم يسموها هلأ عم يتجهوا بالولايات المتحدة الأمريكية وبيلدان كبيرين بالعالم انه لبنان يتجه ليكون دولة فيشلي هون هلأ هناك 12 مؤشر لتصنيف الدول لبنان بخالبيتها بظهر على انه بالفعل يتجه لي يكون تعريبا الدولي الهشي مثلا من المؤشرات بالنسبة للتعامل بملف النازحين عم نحكي بملف النازحين واللاجئين بياخذ لبنان أعلى علي من التسعة ونص على عشرة يعني السياسي فاشلي جدا جدا بهذا الموضوع ترك الملف نهائيا وغيره وغيره من المؤشرات التانية وخاصة الصراعات الداخلية والفراغ والتعطيل وكل هذه المؤشرات والتنافسية والبناء الاقتصادي ويعني كلها الأضايا هذه اللي عم يتحدثوا عنها بعد فيه كمان هون لبنان يعني عداش علامته متدني 28 عالمية بتصنيفه من منظمة الشفافية الدولية وبأنه موقعه العالمي 130 على 178 دولي يعني لبنان بس تعريبا أحسى من حوالي 40 دولي والباقي في عنا 138 دولي أفضل بالمراتب من لبنان هاي الأرقام اللي عم بيحكي عنها تعريبا للـ 2018 2019 هلأ لبنان وضعه صار أصعب يعتبر من أكبر الأزمات بالعالم من هون هاي الخريطة والتأدير بتدل على أنه أكتر بلد بيتحدثوا فيه بالنسبة للفساد وغيره يعني أكتر من 92% من الشباب اللبناني بيقول أنه الفساد منتشر بلبنان وهذه النسبة أكتر نسبة بين البلدان العربية يعني تصنيف لبنان بين بحشاشة الدولة والدولة اللي بتواجه هالأزمات بعدم بصراعات وغيرها نعم هاي أرقام عن سكان لبنان كيف عم يتزيد وراحض من تعريبا ما في زيادة بسكان لبنان يعني أنا عمام أزمي كبيري 793 ألف عند التعداد الأول لبنان عنده التعداد الأول والأخير للسكان 1832 ما فيه البلد الوحيد بالعالم ما عنده تعداد بعده عدد سكان ثلاثة مليون ونص ثلاثة مليون ونص حتى هلأ الإحصاء الأخير 2018 إدارة الإحصاء المركزي بالعين بس هيدا أكبر إحصاء هلأ 4 مليون و800 ألف فيهم ثلاثة مليون و800 ألف لبناني يعني وعشرين بالمئة غير لبنانيين فيه بعد أن هيدا بفكرة تعطيق أزمة لبنان للحرم السكاني شوف لبنان كيف كان الحرم السكاني بال1960 1950 قاعدة عريضة والقمة ذيئة شوية بعدين كيف بلشت حل بال2020 2030 تعريبا صار مثل ناطحة سحاب يعني بالآخر ليش لأنه أعداد كبار السن 65 سنة وأكتر عم تزيد أعداد صغار السن عم عم تنقص لدرجة لأول مرة بال2018 فيه إحصاء من إدارة الإحصاء المركزي بمنطق مثلا ناخذ محافظة جبل لبنان عدد كبار السن لهن 65 سنة وأكتر 175 ألف عدد صغار السن دون 15 سنة 150 ألف شوف أنه صاروا الكبار السن أكتر من صغار يعني انقلبت يعني بعد شوية رح نصير نعم نسموه الهرم السكاني بالمقلوب نعم دكتور السؤالي الأخير كرميل نختم الملف لبنان لين رايح في ظل كل هذه المشكلات لبنان الحقيقة اليوم على الصعيد مش بس على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي والفقر نسبة الفقر يعني الإحصاءات الأخيرة صادمة مرعبة بالنسبة لبلد مثل لبنان 82% هني تحت خطة الفقرة 82% متوسط عام يعني 93% بعكار بشمال 92% بالنبطية 90% ببعلبك الهرم الفقر يعني ما هي 2% حتى أنه الإسكوة شو عم تقول عم تقول أنه 0.1% من ثروية الأغنية على 5-2 بتحل أزمة لبنان يعني سعيدوا لبنان في عدم تفاوت في عدم مساوات في تفاوت نعم في مشاكل كبيرة 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 ومن هنا عم يصنفوا أنه الأزمة اللبنانية من أسوأ الأزمة بالعالم نعم نتمنى نحن أنه هالأزمة هايدي تلاقي مجال نطلع منها والحلول أكتر وخاصة أنا لحظت بزيارة منرجع لزيارة غوتيروس رحظت أنه بلش باهتمام باللبنان وكرم الشعب اللبناني وراح مبين عليه حزين نتيجة ما شاهدوا من الصراعات السياسية باللبنان دكتور علي فعور خبير ورئيس مركز السكان والتنمية شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية وميلاد مجيد مرة تانية مشاهدين مشاهدين الكرام شكرا لكم للمتابعة سنأخذ فاصل وبعد الفاصل نتحدث عن التعميم 161 وما حصل من إدلال وإشكالات على هذا التعميم أو جراء الإجراءات من هذا التعميم مع دكتور محمود جباعي مشاهدين الكرام عودي لمتابعة ملفات ملفنا الثاني كما عرفته قبل الفاصل سنتحدث اقتصاديا وسنبدأ بالتعميم 161 وما نتج عنه من إذلال ومشكلات للمواطن وما وراء هذا التعميم وشوها الأيام لوصلنا للمصريات الناس بالبنك وهيك عم بيصير فيهن هذه الأسئلة وغيرها بدي أتراحها أكيد كنا ناويين شوي بيوم الميلاد نكون إيجابيين دكتور محمود جباعي الباحث والخبير الاقتصادي أهلا وسهلا فيك أمس الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين ودي عيد الشعب اللبناني بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أمل أنه إن شاء الله يكون هذا العيد له وجه خير على لبنان بالمرحل اللي جاي نعم دكتور السؤال الأول والأبرز والهيكل بعده طازج التعميم 161 وما شفناه على فيديوات وعلى مواقع التواصل وبوسائل الإعلام من ازدحام وذل وإشكالات على الأقل وكيف يمكن أنه نستفيد منه ونرتبه شوي جيد جدا أولا أحكي بكو سمان بموضوع التعميم مشاهد اللي شفناه بأكد دي الشعب اللبنان اليوم موجوع ونعطر أي بوادر حل من كبل هيد الكوة والصدر السياسية وأبلان أنه نعطي ولو ظرت حلول من أجل تحسين وضع المعيشة الصعب جدا بالمرحلة اللي كانت عم تمرق والتخوف الكبير من المستقبل اللي جاي التعميم 161 على رغم من العديد من الملاحظات اللي إلنا عليه ولا من بندة بين النقد والاقتصاد إلا أنه لأعطى بارقة أمل للشعب اللبنان أنه ممكن يكون في بعض الحلول رغم أنه إذا حسبناها بالشكل المنطي هي منح حلول جذرية فقط حلول تخديرية وحلول طرقيعية للشعب اللبناني اليوم للأسف هذا مشهد بأسف جدا لما كان يكون في دعم بالسوبر ماركت كنا نشوف هذا الازدحام لما يوم موضوع تعميم وشوية دفع بالدولارات شفنا شو صار هذا بدل قديل الشعب اللبناني مقهور قديل الشعب اللبناني موجوع وقديل الشعب اللبناني بحاجة لحلول سريعة وجذرية إذا بدي يفوت بالمبدأ الاقتصادي للتعميم بداية تعميم 161 مرتبط بالأول بزيادة السحبات النقدية وكيمة السحبات من 3900 إلى 8000 ليرة ونحنا كنا بالأساس منقول لازم يكون في حلول وتخفيف نسبة الهرقط على المودعين لأنه كانت هرقط عم توصل لـ 80% ولكن مجرد الحديث عن تعميم 151 برفع نسبة السحبات من 3900 إلى 8000 ارتفع سعر صرف الدولار من 22000 وصل إلى 28000 مجرد الحديث له أعطى نوع من عدم الثقة بموضوع الاقتصادي وأعتبر أنه سيكون في دخل ليرة وأعتبر أنه هذا سيؤدي لانهيار بسعر الصرف أدى لمزيد من المضاربات على الليرة وارتفع سعر الصرف وهلأ سعر الصرف ستراوح بين 27000 و28000 ليرة شبه ناتا هي ذاتة لما كنا ناخد 3900 كان سعر الدولار بين 12 و15000 من الفترة التي مرأت قبل الانهيار الأخير بعد تشكيل الحكومة وهلأ إذا أعطنا 8000 الدولار يكون بين 25 27 30 ألف نفس نسبة الهيركات بعدها على الموضع والتي صار ارتفعت فقط أرقام الليرة ولكن بالمقارنة على نسبتها بالدولار بعد النسبة موضع جدا انهارت الليرة ارتفعت المبالغ المسموح يسحب المواطن بعض الموضع يدفع نفس نسبة الهيركات كانت الهيركات عم تكون 70% وبعدها تراوح بين 67% وال70% أما ما جد بموضوع تحويل المبالغ على منصة صيرة في هون ورغم تعارض المطلق أنا مع السياسات النقدية بس ما فيني يقول إلا هي بداية جيدة للحل محاولة محاولة من نحن ندخل دولار على السوق لحتى نضبط سعر صرف الدولار هذا أمر نيح ولكن شرط إعادة التعديل بهذا التعميم وكيف يعني إعادة التعديل هلا عم يكون الفرق بين 8000 و 22300 بعض الفرق 67% خسارة على المودع المفروض تكون تقارب بالنسبة يعني مثلا لو منصة صارف بتكون 20,000 ويررفع التعميم من 8,000 إلى 12 أو 13,000 أو 14,000 لتنزل الفارق بالاحتساب بين سعر منصة صارفة وبين سعر الصحبات النقدية لأنه أنت لا تتعطي بعدك بالليرة تتعطي بالدولار إذا تكمل بالدولار لماذا من نزل النسبة بدل ما كل 1000 دولار يعمل 350 أو 360 دولار خلي 1000 دولار يعمل 500 أو 550 دولار بهذا الحال إذا تجان هذا الاتجاه بدأنا بالحلول شوية ولكن هنزلت نسبة الهرقة للصوب 55 بالمئة لا نزل إلى 55 بالمئة و 55 للمودا 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 نحن قلنا تحمل الخسائر مع المودا قبل كان المودا لوحده يتحمل كل الخسارة كيف المودا يأخذ دولار على 3900 ودولار لبرة قطع 20,000 كان الهرقة يتحمل بين 70 و 75 بالمئة يتحمل المودا عادي الإخسارة لحال واليوم صار مثل ما قلد ورفعنا نسبة الصحبات على 12 أو 13 أو 14 ألف ونزلنا سيرفة إلى 20 ألف مثلا بصور الفارق بينهم 40% يتحمل المودا 60% يتحمل المصرف والمصارف والدولي هون يكون نحكي عن بداية حل هون للموداعين خليني بس وضح شغلي دكتور استوضح منك شغلي هون ما تقصدوا للموداعين مش للموظفين هكمل 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 هون لأنه أنت لك مساري بالبانك حقك هنحكي عن اتنين هنحكي عن الموداعين وعلى الموظفين خليني كملة وفصل الفكرة للأخر على الموداعين الموداع بهذه الحال إذا ظننا نوصل النزل الذي هرقدته عليه فقط 40% يعني هو عم يتحمل 40% فقط رغم أنه هذا جائر وسيء بالمطلق الأعام وزيما نحكي بشعبوية ولكن بالمنطق رغم الأزمة الاقتصادية اللي عم بتصير بلاشت عم حمله جزء من الإخسارة وعم حمل المصارف والدولة ومصرف لبنان الجزء اليوم بعض الموضع قصران وعض الموضع مظلوم لما تذهب إلى البنك تأخذ 359 دولار يعني الهرقد بعده يكون 67% اليوم من الهرقد بعدك أنت كموضع تتحمل النسب الأعلى 65% 67% حسب سعر سعر فقيف يعني بعدك أنت تتحمل النسب الأعلى بعدك أنت نزل الهرقد من 75% رح يمشي معك 65% ينزل 10% لا الأفضل للموضع أنه حاول نحسن شرط أنه لا يكون في صحبات بالليرة طبعا هذه الطريقة التي تتهلأ 161 أنه ينضرب بسعر السحبات من تلاف وينقسم على سعر منصة سعرفة أنا عم بحكي الحل الذي أقوله هلأ بنائعنا نفس الألية يعني عمل السعر ينضرب السعر بـ 12 أو 13 ألف وتكون سعرفة على 20 ألف وقتها يكون نسبة الفرقات بالهرقات صارت أقل وقتها يقول بلشتنا مع المعالجة حقيقية لموضوع الموضعين شرط أن تبع خطة متكاملة مع الإصلاحات الاقتصادية أما البعدها الحالي لنسبة للموضع هو جزء من حل جزء بسيط جدا من حل بداية بداية حل ولكنها غير كافية أبدا على الإطلاق إلا إذا تم تعديل أسعار الصحر أبل أعقب على هذا الموضوع بعدين نروح كرميل ما يضيع المشاهد في السابق قالوا مؤخرا قالوا أن الحكومة الجديدة لأ عم بتحاول تلاقي حلول محاكم مصرف من المعنيين وتوزيع الخسائر التي تحدثنا منذ سنتين أنا وأنت عن هذا الموضوع هل يمكن القول أن هذه اللي صار خطوة أولى قبل ما نروح لموضوع الموظفين خطوة ناقصة نعم ولكن خطوة خطوة ناقصة أقول لك ليش أنا أخشى أن تكون خطوة فقط لوقت الانتخابات النيابية لأنه يجي بلا بلا شين حكو يتسرب لما يدى التعميم ممكن يكون لأواخر شهر ثلاثة نحنا مانا شي بنية وين المودع ما بيكفت عن طير مصريته على شهر أو اثنين أو ثلاثة أولا بدي ينزل تعميم بدي يكون مدة زمنية طويلة مش كرار بدي يكون تعميم مدة زمنية طويلة عيدة التعميم بيخفف نسبة الهرقات بالمقابل لحتى كنا لقينا حلول مع صندوق النقد الدولي أو حلول بالخطة التعافي الاقتصادي ولكن بالوضع الحالي بجعب إليك هو أفضل من لا شيء ولكن مازال نعم هذا واحد بالنسبة لموضوع الموظفين قطعا اليوم الموظف ما استفت كثير يعني موظف معاش 3 مليون ليرة كل ما استفت 400 ألف ليرة بهذا التعميم يطلعوا 14 إلى 15 دولار فقط نحنا ما نقول لا كمان الموظف قليكم في حل يتحول سعر الريتب على سعر محدد يعني يرجع يترجع على سعر محدد ومن ثم نسم على منصة سعر يعني مثلا إذا كان راتب الموظف 5 مليون ليرة عفوا 5 مليون ليرة نحاول نحن هال 5 مليون نرجع على أصله يعني رجع على أصل الريتب بدأ شعلك على سعر 1500 قليكن على سعر 2000 ومن بعد انت قسم على منصة سعرف يعني انت حاول تعمله تعديل لريب ولموظف وعطيه بالفريج دولار يعني انت اليوم الموظف ياخب 120 دولار وعطيه يوميه لمصر في لبنان بين 7 ل 10 مليون دولار خلانا نستعمل يدي السحب اللي عم بصير مرة واحدة لمصلحة الناس والمودعين ثلاثة والأهم بالنسبة لموضوع سعر صرف الدولار شو تأثير عيدة التعميم على سعر صرف الدولار قطعا الاستمرارية بعمية التعميم لفترة طويلة وكلما زدنا كمية ضخ الدولار بالسوق كلما ضبطنا سعر صرف الدولار لماذا نزلنا لماذا لماذا نزلنا لأن اللي بنزل سعر صرف الدولار حاليا هو تخفيض تباعة الليرة إلى اليوم ما زال مصر في لبنان عم بسلم الام تي بشكل يومي ما بين 500 مليار إلى 1000 مليار ليرة لأن عندك 1200 مركز الام تي في مراكز تاخد 500 مليون بالنهار في مراكز تاخد مليار بالنهار في نفسها تاخد مليار و 200 مليون بالنهار حتى تضب الدولار من السوق وتسلم لمصرف لبنان مليون او ام تي تحورت لآلية سحب الدولار من السوق وهيدا امر يأز كتير موضوع سعر صرف الدولار وانا احكيتها مع حضرتك سابقا لما الو ام تي دخل مضارب ارتفع صحر الصرف بالنسبة من 3000 ل 4000 ليرة انه دخلنا لاعب يدخل كتلة نقدي كتير عالي بالليرة اللبنانية وعنده قدرة على صحب الدولارات اكتر من غيره واليوم بش صحيح انه الو ام تي بتجي تعتمد على الاموال المحولة ابدا حتى يتلاح حوالك مساري من بره سؤال دكتور فقط الو ام تي او كل شركات الا الا اكتر شي الو ام تي لانه مؤخرا دخلت للسوق صرف دولار وشراء دولار الو ام تي اليوم يحاول بعض الناس تقول انه يجرب لا لاني ما يجرب لحدها واصلا هن عينو على الدولارات اللي جاء من بره مباشرة هن عينو على الدولار الموجود بالبيوت بالسوق شو بصير لك شو بصير عملية عم بصير اللي عم براقب الدولار بيعرفها بكون سعر سعر الدولار افترارنا 27000 الو ام تي بكون سعره 27200 تصل لمرحلة بينزل سعر الدولار بدلا هي اعلى منه كلمال شو كلمال يركض الشعب اللي لبناني عم بين يصرف دولاراته عند الو ام تي لتين نهار لحتى تعطيل لبناني شو بصير بحيد الحالي بيصحبه هو الكتل النقدية بالدولار بالسوق فهذا اللاعب اللي عم بفوت افترار سعر الدولار اوكي انا اللي بدنا نطالب فيه لحد هيدا التعميم اللي عم بيعملها مصر في لبنان طاعته نتيجي بموضوع الدولار مننا نخفض ضخ ليرا الو ام تي بدلا من ضخ يوميه 500 مليون مليون 500 مليون ليرا او 500 مليون ليرا للتوتر 500 مليون للمحال خلال نضخ 200 مليار مثلا او 100 مليار كل ما نزلنا كمية الكتل النقدية لمنضخها للو ام تي بالليرا بالسوق مع ضخ دولارات للموظفين وللوداع ساعتا بنحكي مع انه يسحبوا الناس الموديعين والموظفين من البونك دولار ويخففوا صحب لبناني كما ذكرت وفق ال 151 على ما اعتقدوا ال 161 مشتركين بين بعض بتكون عم بتحاول تلاقي تسبق مش تسبق تلاقي تقارب لسعر صرف صحيح دخ الدولار فقط بهذه الكمية بيعمل له ضبط لسعر الصرف يمي بقى 27 28 لحتى ينزل سعر الصرف من نخفف طباعة الليرة لحتى يرتفع مستوى الكتل النقدية بالدولار على الكتل النقدية بالليرة بسوق اليوم ببساطة يحكى عن وجود 42 إلى 43 ألف مليار ليرة بشكل رسمي بس حسبنا عليهم اللي اخدوهم الـ OMT من شهرين لأهلأ نحن قطعنا الـ 50 ألف مليار برياحة انو الـ OMT عملك 1200 مركز كل مركز بيخب بين 500 مليون لمليار باليوم أو مليار ومليار ومليار يعني عمين ضخ تقريبا ألف مليار يومية للـ OMT وهو دي اليوم يجب أن تحسب هم على بده خمس سيام بالأسبوع ويجب اللي بيعوهن والشتروهن موصل لمرحلة لأن كتلة قطعا تقطت الـ 50 ألف و 55 ألف مليار فاكرمال هيدا الدولارات اللي عم تنزل بالمصارف للموضعين طاعت نتيجة بضبط سعر صرف الدولار لازم نخفض طباعة الليرة أو نخفض توزيع الليرة على هيدا شركات التحويل الأموال شرط نرفع قمية الدولارات اللي عم تنسحب من المصارف وقتا بيجي بإليك ممكن نحكي جديا بشكل سريع عن انخفاض محدد لسعر الصرف لأن انخفاض المنيوي يرتبب بخطة إصلاحية شاملة ودخول دولارات على البدل قبل دخول الدولارات مليار مزوت لأصحاب المولدات أنا إذا أجيب الكهرباء 24 24 بتوفر الدولة 4 مليار دولار وتنظم الجباية جيب إذا وفرت 4 مليار من السوق اليوم تستورب 12 مليار من الخارج إذا وفرت 4 مليار فقط بإصلاح الكهرباء يعني بينزل الطلب على الدولار بنسلة 30% يعني بينزل سعر صرف الدولار 30% من بعد يجب نذهب لخطة اقتصاد منتج بالزراع والصناع وخاصة اليوم يد العامرة صارت رخيصة والتكريف صارت أرخص يعني فائم كنية لو توسيع الاستثمار الزراعي والصناعي هيدا يخفض نسبة الاستيراد من 85% من النتج المحلي 25% من الحاجات ل 40 45% يعني بدل مندفع 6-7 مليار دولار استراب من الخارج لبطاعة زراعية وصناعية وندفع 3 أو 2 مليار دولار كمان هيدا اللي وفرناهم بنزله سعر صرف الدولار بدي عقب شوية على هذه الاقتصاد المنتج انت بالاقتصاد المنتج دبل بيكون الاستفادة اول شي بتكون عم تنتج ما عم تستورد وعم بتصدر بتجيب دولار للداخل صحيح انت هون استفادة مزدوجة استفادة الاولى انت عم بتوفر طلب على الدولار من السوق السوداء ومن السوق لا تستورد فيه بالضبط وبنيويا انت عم تلبي حاجات السوق المحلي وانت كمان ممكن تصدر بعدين الصرف عندك انتاج محلي ولبنان اصلا كان عنده صادرات صناعية وزراعية سابقا قبل الحرب الاهلية وحتى بداية التسعينات كانت جدا بمعدلات عالية اليوم من الاسف خفضت نسبة الصادرات في لبنان من 8 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار تقريبا هذا شيء خطير يجب ان نعيد تفاعل الكتاعين الزراعي والصناعي هون تبقى نحن نحن نتحدث عن تخفيف بسعر صرف الدولار لماذا؟ نحن نحلل مشاكل بنيوية خفضنا العجز في الميزان التجاري وقطعا خفضنا العجز في ميزان المدفوعات مع دخول رسامين من الخارج إلى البلد يعني عميجي على لبنان حوالي على لبنان حوالي 8 مليار دولار تقريبا رسميا عم تفوت على البلد إذا استعملنا بشكل الصح وبنانا اقتصاب متين وقت بقال لك شو المشكل ينزل سعر صرف الدولار لمستويات عالية ولكن قبل الحديث عن إصلاحات جذرية بالكهرباء وبنية الاقتصاد الزراعي والصناعي لا أمل من خفاض الدولار تحت 20 أو 22 ألف ليرة هيدا التعميم اللي عم تصيرها لمصر في البنان ممكن تنزل سعر صرف الدولار لمستوى 24 أو 25 ألف ليرة إذا خفضنا طباعة ليرة ممكن نشوف استقرار بين 20 و 22 ألف بأحسن الأحوال ولكن شو اللي أنا خايف منه حتى تكون واضح مع المشاهدين أنا خايف منه أنه بقرة مصر في البنان يتراجع عن هيدا التعميم تحت أي ظرف من الظروف وقت سعر صرف الدولار ممكن يطلع بنسب كتير خلينا كرمي الأعياد ما نحكي في الموضوع نمطر البداية طبيعي جدا ما في شي مقول لأسبانيا صديقي لأنه أعياد حتى ما نغش الناس لا ما عم نغش الناس بس ما بدنا ما بدنا نروح نراهن نعطيهم عيدية حلوة ونقلوا ننتبهوا على دولاراتكم طبيعي وما تتسرعوا لأنه اللي جرب مجرب بيكون عقالوا مخرب جربنا مصر في البنان لمخان دولار ألف وخمسة وليلا بخير واضح جدا بس بدك تنزل الدولار يبقى بدك تعمل اقتصاد منتجة تجيب دولارات من برا انسى الموضوع أو فيك تدخ دولار من اللي عم يضبه من السوق يعني من انت عم يضب اي ما واذا دل يضب ما هو عم يضب لا ياخد لا ياخد الدولارات مش كرميلي يضخ بالسوق هذا الأمر بدي اسألك سؤال دكتور كثيرون بيسألوا هيدا السؤال طب يا أخي طالما فينا نعمل إمكانية للحلول وهي نقطة صغيرة هادي هادي السحب المي واحدة وستين ليش تأخرنا سنتين لنبلد صحيح تأخرنا لأنه أنا حكيتها كثير مع حضرتك ومع غير حضرتك نعم هني عم بيعملوا خسائر عن قصد وانهيار بالليرة عن قصد من أجل اتفاق الخسائر الدين العام واتفاق خسائر المصارف على حساب الموضعين والمواطنين ولأنه اليوم كلما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة كلما نسبت الدين العام انقفضت يعني مثلا الدين العام اللي كان 90 مليار اليوم صار 34 أو 35 مليار بتقلي كيف بيقلك في 63 بالمئة من الدين العام الدين تردهم بالليرة اللبنانية اما على سعر 1500 ليرة حتى لو رفعوا سعر الصرف 3000 ودلار بره بـ 30 بعضهم عم بيكون في توفير كتير كبير بعملية دفع الديون فعام ينزل الدين العام بنسبة كبيرة والموضعين نزلت أمورهم من 166 مليار اليوم بتليمس 120 أو 115 مليار يعني كمان في وفرة 40 مليار دولار تقريبا نطفق خسائر فيهم بوستنتين يعني كلما نهار سعر صرف الليرة كلما كانت عم تستفيد المصارف والدولة اللبنانية بإدفاء الديون على حساب مين صحق مواطنيها وصحق موضعين البنوك بشكل كامل من أجل مصلحة القوى السياسية نيكي عم تضحك من كلامي بلغنا هذه حقيقة شيء واضع يعني دكتور سر لنا عن جد هلأ شوي بدنا نحكي بهالاسلوب بنحكي مع حالنا بلغة غريبة أنه يا أخي وين في دولة بتعمل بمواطنية هايك صديق سرنا عم نكرر نفسنا قدام المشاهدين وين في دولة بتاخد مصريات شقة عمره للإنسان وللمواطن صحيح أنت لو كانت عايش بمفهوم دولة حقيقية ما كان بصير هيك لأنه تأسيس دولة اللي صار بعد الحرب الأهلية اجت عطلية المزرعة اليوم هاي دي تأسيس المزرعة اللي كانت موجودة حقيقة هي تأسيس المزرعة الموجودة وكل حدا بدي يقوه تحصته وكل حدا بحارج وصلتنا لهون كل مرحول وصلنا لهون هاي دي حقيقة باعتش فينا نتخبى منها يوم السيد عباس المتائج بتحكم هذا النظام الاقتصادي القائم منذ عام 1990 إلى اليوم سقط والنظام السياسي بنفسه طبعا هو النظام الاقتصادي السياسي اثنان مع بعض اللي ناتج على النظام السياسي الموجود هذا النظام اذا ما سرى فيه تغيير فيه وما غيرنا بالطرق والقطر اللي جاي نحنا ما حنروح لنتيجة وراء لمطرح ممكن نلاقي طرقية يعني يوم للأسف شي بيحزن ان المواطن لبنان اللي كانت ليرته ب 1500 دولاره ب 1500 ليرة لما عميزر الدولارة 25 فنس عميكون مبسوطة تلق نزل الدولار وين نزل الدولار؟ بالنسبة لهو دي الناس اللي عم بتغفروا خسر هنا كتير مبسوطين اللي عم بيروح يصحب مية او ميتان يعني ملفنا اليوم شفت الفيديوهات دكتور؟ للأسف وكأن ربح الجائزة وكأن ربح اليناصيب يا حرام كماء 400 ألف ليرة للموظف اللي لبناني عميعمل هيدا اللي عميعملو بقنا ما بلوم الموظف انا بلوم حاشته المعيشية اللي وصلها اليوم الغلاء المعيشي بالبلد تشدن كارثي انت اليوم الاسعار تفعب بالنسبة 300 و 400 و 500 بالمية الغلل اللي صار شي خيالي بالبلد اليوم انت مع رفع الدعم المطلق ولا عن ملحكة عن امرين اخرين ممكن يكونوا جدا كارثيين رفع الدولار الجملكي اذا عمل بدون حسبان وبدون ضبط للسوق وبدون تحديد السلعة اللي لازم نحط على رأيها نحنا الرسوم البيتية رفع رفع عنا حنوصل لكارثة اكبر اليوم التضخم صار 300 و 3 بالمية بعد اذا بنعمل رفع الدولار الجملكي وبدون تزيد الاسعار على كل شي ممكن نصل الى 500 و 100 ساعتها فعلا نتقلنا نموذج الفنزويلي وموضوع بش خطير علم ان الفنزويلي احسن مننا بمئات المرات يعني الفنزويلي على الشعب اللبناني معقول ان نصير مثل الفنزويلي لك ياريب تصير مثل الفنزويلي الفنزويلي الى اليوم المواطني بياخد حاجاته التعليمية والصحية وقهرباء ومياه وهاتف من الدولة عنده سلة غزائية بقيمة محددة بالشهر من الدولة لاش انت تتشبه للمواطني الفنزويلي كيف عايش بفنزويلا رغم انهارة العملة عندهم ولكن بعض الشعب الفنزويلي عايش احسن من الشعب اللبناني بمئات المرات انت اليوم اسوأ دولة بالعالم من مستوى المعيشة اليوم في تقرير اليونسيف تقول ثلاثة من الاصل عشر ولاد يومية بين يوم وجوانين هيدا رقم جدا خطيره فعلا هيدا شي صحيح ما بيحصل على ثلاثة وجهات صحيحة صحيح اليوم في عنا مشكل كبير نحنا للأسف نحنا اليوم شعبنا بشوف حاله مرتاحه وعم يستفيد من قشي عم بتصير بس ما عم بتطلع بغيره اليوم في فعلا كلمة صحك هي اقل ما يقال في فئة مصحوقة في ناس صحكت وفي ناس اليوم هي على طريق الصحك وفي ناس نزلوا لكل احلامها بالبلد اليوم فيه اشخاص كنت عن تشغل يعني انا بتعطيك مسال بسيط انت تعودت علي عشان شفافية روميني بعمل لك مشاكل بالشفافية لا تجدلك حلقة الولاد لا 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 الشفافية بتقول اليوم فيه مودعين بهالمصارف خيجيبوا كل مودع وفنده كيف جاب مصرياته يعني المواطن اللي اجتهد واشتغل وتعب او سافر ما فيك تسويه بسياسي كما عاشوا عشرة مليون كناب او كوزير وموها 300 مليون دولار هي حقيقة اليوم انت لما مودع عموم معها 20 و 30 و 40 مليون دولار لما وزراء لما ديكري مره بشي مخبه لما لما احد النواب بيهرب 500 مليون دولار لبرة وبنزل تقريده بيقولك اي انا هربت وغيري كمان هرب يعني هون فيه كارثة كبيرة على الشعب اللبناني ما فيك تسوي مال اللي يتأخب بطريقة غير شرعية متل المواطن اللي زمت خمسين الف او سبعين الف او مية او ميتان او ميتان وتعب فيهم عشر عشر و عشرين سنة هيدا الصحق اللي انا عم بحكي عنه يوم يكن الميتان الف دولار بالنسبة لمواطن تعب كل عمره ولا شي كان عشرة بحطهن هيدا الناب او الوزير اللي ميقب مصاري من خيارات الدولة عدلية المحاصصة والمزار اللي احكيتك عنا بعد اتفاق الطائف هيدا حقيقة هيدا تنهيدي يا دكتور هيدا حقيقة كلنا عنا اصدقاء شق عمرهم وطعبهم راح بالمصارف وفعلا مشهد مذل يعني انه المشكلة انه عنا انتخابات وبعض السنة الجديدة موسم الانتخابات انا عم بسمعك اليوم في يعني في جهود كبيرة في زملاء وزميلات بيعملوا برامج خيرية على الراديو على الراديوات وعلى التلفزيونات مساعدات للناس شي ببكي انه في ناس عم بتقول نحنا ما قادرين نعمل عشاء نحنا ما قادرين نعمل عشاء الميلاد ما قادرين نطبخ اليوم ما عنا شي بالبات الولاد عم بيروحوا على المدرسة جعانين في مدراء مدارس عم بيدقوا ويتصلوا لأهالي طلاب اذا قادرين تبعتوا مع ابنكم مش صندوش واحدة اثنان صندوش صندوش على كرمالي تعم رفيقه ليش وكيف بدنا نطلع عم نحكي انا بوافقك انه النموذج الفنزولي خلاص سقطت كنا عم حابين نعمل حل قريقة ما يحيش الحال نموذج الفنزولي افضل مئات المرات من نموذج اللبناني نحنا نصدنا نموذج جوح تربيه لبعدين شو بدو يكتب عم نعم شو بدو ينكتب عم اللبناني اليوم اللي صار انت اليوم اللي صار حتى بونزي بنسبة عن البونزية وغيرها احنا بونزي جديد البونزي ولا شيء قدام المعالمين النقد اللي عنا بالبلد عندهم طريقا بونزي بعلم المافيا الاطالي والمافيا العالمي كيفية اللصوصية وصدقة الاموال الناس انتوا عبدو تضحك انتوا مبسوط انت اليوم تقمت ابلاب مرء بالمصارف انه تاخد شو مكان ممصياتها والمودع أبلان يعملونه 50% أبلان يعملونه 50% ليش أنا عم تشغل أنت مع مافيا ما سبق التاريخ ولا حيذكر التاريخ القادم أنه بلبنان إجب مافيا نقضية ومالية وجدت قوة سياسية على البلد سرق بطريقة عشوائية هستيرية مخيفة ضمرت فيها العباد والبلاد بشكل منظم من أجل مصالحها والأسف الشديد اليوم الكارثة الأكبر نفس الأشخاص اللي هني أخدونا على الإفلاس نفس الأشخاص اللي هني أخدونا على الضمار هني بدين يصلحولنا إيها بدين يضلوا يتسمعوا لأراؤن ما بدين يسمعوا لأراؤنا لليحنا صارنا سنتين منحكيها ولو كانوا يسمع جزء بسيط مننا بس ما كانت وصلت للأزمة لهون نحنا ما عم نقول أنه ما في أزمة ولكن تعقلنا نتقاسم هيدا الأزمة تعقلنا نتحمل ياخي أتديروا الأزمة أتديروا الأزمة على الأقل الاثنين الأصعب من هيك اليوم عم بتقلي عن أرقام نحن عاشين معا الناس لأن معظم الكوى السياسية عاش بمكان والناس بمكان نحن عاشين معا أنا أو أنت أو كل الناس اللي هي قريبا من العالم نحن من الناس عم نشوف وجه عيد العالم اليوم اللي عم بتفاضل بين اشتراك الكهرباء وبين الأكل اللي عم بتفاضل بين المشوارة تدور سيارتها تروح مشوار تعمل شغلة ولا تجيب أكل لبيتها اليوم انت ما تلوم له موظف اللي ما عاشه بيطلع عش 70 و 80 دولار أنا والله مرة نمتل موظف في الكتاع العام اللي مش عم بروح على شغله اليوم في كوارس عم بتصير سواء كان بالكتاع العام والله بالكتاع الخاص مش كل الناس عم يجيها مصاري من برة مش كل الناس عم تقبط دولار معلاش يعني هذي الفئة اللي بدي اسألك عنا دكتور هذي الفئة اللي كنت بدي اسألك عنا قبل شوي في ناس بتقبط بالدولار وظيفة عاضي حتى نعمل عليهم باجت كات يعني ما تخاف دايما بنزلوله انو انت عم تقبط بالدولار بنزللك من معاشك في ناس عنده ناس مغتربين برة البلد كمان عم تقدر تساعد هيدا المواطن اللي ما عنده حدم بعيلته مغترب واللي ما عنده حدم بعيلته بيقبط بالدولار هيدا المسحوق شو كيف يعني اللي سحقوه مش مسحوق شي تاني هيدا كيف بده الدولة تساعده كيف صديق المشكل الأخطر من هون انو حتى الحلول اللي عم بحطوها هي حلول كذب يعني البطاقة التنمولية هي كذبة عام 2021 هتستمر لكذبة عام 2022 من لما حقوا عن البطاقة التنمولية قلنا ما رح تنقر الا قبل الانتخابات الصحري بنعمة كان بطاقة تموينية بالنون هيدا الناس تعطيهم بنات بنزين تعطيهم قسيمة شرائية تعطيهم مساعدات بالدواء تعطيهم بكرام هيدا قبل ما انطير المليارات على سياسة الدعم فاشلة ماذا عمال البطاقة التنمولية اذا كانوا موجودين التنمولية احاولها لتنمولية لانو التنمولية رح تكون متل رشوة وبكرا بصوروا واحد يبيح وقتاني بطاقة وهال لبناني بكرا صورت لقى بطاقة تمولية سوق سوداء وبيع كياب سبعين واتمانين بكرا بتشوف بس يقولوا بطاقة تمولية حيصور يبوها لبعض عادي 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 بكرا بيعبوا لسوق بصور في عندك جروبات الى علاقة بكي في بيع البطاقة التنمولية الى علاقة بطاقة تمولية للمواطن الليبنان اللي هو بحاجة ما نشوف دراسة مثل ما عملت ايران مثل ما عملت سوريا مثل ما عملت فنزولا مثل ما عملت اليونان مثل ما عملت كل الدول اللي صار فيها نجبة اقتصادية او حصار اقتصادي نحنا دائما مننا نتميز بطريقة عدم الحلول والفشل اليوم الحل واحد اثنان اصلا قلية الدعم كانت من الاساس خاطئة لانه ما كان عم سبب مننا الشعب اللبناني وثلاثة والاهم والاهم اليوم انت عندك قطاع عام وقطاع خاص صار مترهل صار امكانية العودة للعمل صعبة التماهي بالعمل انتهى الحلول تبدأ اليوم باعادة تموضع لهيدا القطاع واحد اجوره وروابه ما دوروا تعطيه زيادة فرش ليرة انت اليوم فكت عمله زيادة ببطاقة الكترونية يققسيمة مشتريات يبقوا المصاري ضمن الكطاع المصرفي يدوروا جوا فيك تعملها فيك تحللوا ايها اليوم انت انا بشوف هالفترة حتسمع كتير على الحلول كل ما تقرب بالانتخابات بده تسمعها بس بعد الانتخابات هذيك العافي كلش اللي حكينا قبل الانتخابات هيروح بعد الانتخابات هنرجع ما فيه حيسكروا الحنافية ما فيه حتى التعميم هيدا اللي عم تشوفه انت هلأ لا قبل الانتخابات حتى البطاقة التاموريج ندمشي شهر وبعض ما نصوت خلص دوتر سؤال معلش طالما عم نحكي بهذه الامور المليارات اللي طيرناهن على سياسة الدعم الفاشلة ليش ما استخدمناهن بمساعدة كل العائلات كنساعدنا كل عائلات لبنان وليس فقط الاكثر عوزا او فقرا لانه بكل بساطة لانه مش مطلوب انك تساعد ولا مطلوب انك تحل مطلوب انك تدمر المطلوب انك تدمر لانه كل ما انت كبرت الازمة كل ما ادفاء الخسائر صار اسهل اليوم اللي تبي اليوم انت اللي مثلا الهدر افترضنا كان باي قطاع من الكطاعات قيمته عشرين مليار دولار كانوا تلاتين الف مليار اليوم تلاتين الف مليار هني مليار دولار واحد اليوم انت عم تفهم الفكرة انت هو دي كوه استغلت كتير ديون لبنان اللي هي صارت صارت شئيه ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين اليوم صارت ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين نعم اليوم الفجوة النقدية عم تنزل والمالية لا لانه عم يدفع الشعب عم يتفعل الشعب بيراتبه بمعاشه بأجوره بوديعته بأكلاته للاسف اليوم ترفش اللي عم بصير اليوم انت انا اليوم انا صورة 17-20 انا معلوف موقفي من الابعاد السياسية اللي الى والاستغلال اللي صار ولكن كانت فرصة حقيقية للتغيير كانت فرصة حقيقية لحتى نعمل مشروع جديد بالبلد هذا المشروع لما اتضمر اتضمر معه كل شيء اليوم الشعب الابناني باش مسترجي ينزل عالشارع لانه النزل رح يخون رح يتهم رح يتبجره ميت اي اميت اعلامة استفرام رغم انه ممكن يكون موجوع ممكن يكون ولده بش عام يقله بعد شوي للأسف اليوم المواطن اللي صارت 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 تتاخد تتسيس لمصالح سياسية لفريده فريق اخر ولكن صدقني يا استاذ عباس بكل المناطق اللبنانية في ناس موجوعة في ناس عند عزة نفس في ناس عفيفة ما ببين على حاله ولكن هي موجوعة وما بتقبل ما بتقبل وبيع الدهابات وعم ببقى سياراته ولكن هي كوة السياسية كلها لك صدقني اليوم لقلبه من حجر ما رح يرحم الناس للأسف الله بلانا باغلبية الكوة السياسية حتى ما اقول كلهم قلبهم من حجر فقط هم مصلحتهم ومصلحة استمراريتهم على حساب يحلق لبنان اليوم عم نشوف للأسف بحطر انت لما انا حقيقة هيدا الجوع الموجود والغلل الموجود بتشوف انت هذا الحرب اللي بتصير بين الكوة السياسية بالبلد تطلع هايك يا عم انت وان وان احنا وان مواطن اللبناني شو جيه من هيدا كله اليوم مواطن اللبناني يوم جيب له سبولنا من فترة انهم انت وان والناس وان سبولك اي واحد يحكي الحق بدي يسبوله حبيبي اليوم انت روح فكر كيف تجيب اكل للناس فكر كيف تقلل عليهم ازماتهم اليوم اليوم الناس موجوعة اللي بالشي فايد الوجع لانه فيه ظروف اليوم بالبلد مانع عايد الناس صرف على صرخطة وقال اليوم هيد الناس اللي عندها صرخة كتير كبيرة وجعة كتير كبيرة بس سداني يا أستاذ عباس مهما طال الزمن اذا انت ما لقيت حل سريع ما بتعرف شو بصير اليوم الناس وصلت لمرحلة خطيرة انتو عم تسحق وليك بطيك مسأل بسيط نعم متل متل ما رحنا عضيعة لقينا فيها عيدة ضيعة خمسة عشر بالمية مثلا عندهم مرض حطينانا وحرقناهم نعم بس الفرق بلبنان هني جيبونا المرض اليوم في خمسة عشر عشرين بالمية من الشعب اللبناني هيدا اللي قده لا حول له ولا كوة لا في من يبعات له دولار هيدا اللي سألت عنه هيدا اللي سألت عنه ولا حدا عم بيعطيه مساعدات هيدا شو بدي يعمل هيدا حطينا عم يحرقوا عم يفرش كلهم فيه عم دفعوا حاله التمن لقلك ليش لانه اليوم انت حوالي خمسة عشر بالمية اليوم من الساكنين باللبنان عم يجيهم فرش دولار شهرية كراتب نعم وفي حوالي العشرين بالمية عم يجيهم تحويلات خارجية ليني متان واثنان واربين الف عائلة نعم بشكله حوالي عشر بالمية من الشعب اللبناني وفي عندك خوالي خمسة عشر بالمية اليوم لالعشرين بالمية عم بسعره على الدولار اليوم اذا مش اكتر النجار الحداد اللحام البلاط كله اللي عنده مهن حرة ومهن عادي ومؤسسات تجيرية عم بسعر على الدولار نعم مين بقي بين الموظف اللي ما عنده حدا كله دولر حياته إلا الموظف إلا الموظف إلا الموظف عم يخب اللبناني دي بدي يكون معاشه يا حبيبي اليوم انا عملت دراسة إذا بقوله هلا هي موجعة بيوم العيد إذا عين مقلف يا سيد عباس من أربع أشخاص يعني بي وام وولدان هي بحاجة بالحد للأدنى لهم اللي تعيش تلتعشر مليون ليرة جيب لي ناس بتقوموا مين بيوخ تلتعشر مليون بلبنان نائب معاشه بش تلتعشر مليون تلتعشر مليون ليرة رقم كتير عادي هيدا لا يأكلوا يشرب بس بس لحتى يعيش حياته العادي تلتعشر مليون أقل من خمسمائة دولار صارو خمسمائة دولار بالزبط لقال لك كيف لقال اليوم إذا انت بكتعبي بنزين لسيارتك إذا بكتروح على شغلك بدك 2 مليون ليرة واشتراك الكهرباء عم بيكون 2 مليون وبدك دوبة من يون ونصف مليونان صار بالشهر وقص المدرسة ومصروف اليدك بالمدرسة وإذا بشيب له انتياب بسهن كل فترة بشهاك واكل اليوم تسلي الغذائيه ستتكلف بين 4 على 5 مليون ليرة بعد مكان تكلف بين 400 ل 500 ألف ليرة وهيدي سلي غذائية عم بتكون نقصة بكل المنازل انا عم بيحكي الناس اللي هني عم يتقاضوا بالليرة مع موجه يسهم عندك بعض الناس بمجتمعاتنا انه شو فيه وهلأ أحسئ هلأ أحسئ لكم لانه فيه من يعطيكم دولارات تعيشوا بموراها بس غالكم عم موت الجوع حبيبي لا حقيقة خينا نكون شففين اليوم لانه عم نحكي بعيد الميلاد خلي كل أمور واضحة الوضوح بيقول الوضوح بيقول نحنا هاج معاك فينا نكمل خم حدا بيعرف الاسف برجع بيقول لك صرخت اي حدا هلأ انا زبطت لي احكي كلام وانتقت فيه كوى سي سي محددة بدي اتهم انه انا لا ما فيك تحكي ما بتقدر لانه انت اليوم مرتبط دايما بالتخوين وبالاجندات وبغيرها اليوم الانتقاد هو حق ولكن هايدي الكوى الاسف لصروا ثلاثين سنة ما راح يغير انا برأيي ما راح يغير بعد معنى ست دقائق بالزبط الشباب عم يحكون يا دكتور لا انا باعرف هاي الكلام يعني نحن هممكن للمرة الاولى عم نقوله هون ولكن خلاص ما عاد فيه مجال للرمادية فيه يا اسود يا ابيض فيه ناس مسؤولة عن تجويع واذلال الناس ما عاد فيه حدا يكابر ما فيه يتكذب عن الناس اي اي او يدافع خلاص وصلنا لشو المفروض يصير هلأ هل بفهم انه من هلأ الانتخابات راح شوي يفتحوا الحنفية نقطة نقطة للناس مئة بالمئة نقطة للانتخابات سترى ستتفاجأ بعض التعاميم لمصر في المنى جديدة سننصدم اخذوا اربعمية ستنصد ستتفاجأ بعض الامور وممكن تجد حلول معينة ممكن تجد بكرة كل فريق السياسي سيحاول انه يعمل انجاز بس للأسف هذا كل منه بنيوي الحل البنيوي يكون بخطة اقتصادية شاملة بتحمل كل من اوصل البلاد الى هذه المرحلة لمسؤوليته اليوم في كلها ليه مسؤولية ما حدا يفكر حاله خارج المسؤولية واللي يقول عن حاله خارج المسؤولية يكون عام يضحك حاله عن الناس كل القوى اللي شاركت اليوم بالحكم هي مسؤولة عما وصلنا اليه كل واحد بمستوى حكمه بطريقة حكمه باسلوبه النتيجة بتقول انه هذا النظام الاقتصادي السياسي بالبلد اوصلنا لمرحلة خطيرة جدا دمرت الاقتصاد ودمرت البلاد اليوم بحاجة لعادة التموضع ولكن مش واضح من الخطابات السياسية اللي منشوفها واللي شيعا منشوفه صراحة من الجو السياسي الموجود بالبلد ما فيش يبشر بالخير كلمال انتخابات ممكن تشوف هلأ بيبتاعها الصوات واتهامات وغيرها بعد الانتخابات انسى بيقعدوا مع بعض عن نفس الطاولة وانتهى الموضوع النقطة الاخيرة اللي بتسألك عنها دكتور كل هذا الموضوع نحن بنعرف ما بدنا نيقس الناس ولكن الترقيع لم يعد يجدنا فعا لا بالنظام السياسي ولا بالنظام الطائفي هو الطائفي ليس سياسي ولا بالنظام الاقتصادي ولكن قديش خطير يعني بعد عنا شوي المجتمع مضبوط قديش خطير على امن المجتمع لكن واضح انه اليوم بوصوله لضربة الازمة الاقتصادية الواضح الامن بعده شوي مضبوط يعني شوي بفضل انه وجود الكوى الامنية لان انا بتوجهها التحية كتير كبيرة رغم انه هي اكتر الناس تعرضا للازمة الاقتصادية والمعاشية بالبلاد يعني العسكري اليوم قديش رابو وعم يحرس هذا البلد هيدا عن جد هو المخلص الاول لمصلحة الوطن العسكري كوى امن الداخلي موجهنوا على فكرة لان العام حتى ما انسى حدا يعني كل الكوى الامنية بالبلاد يعطيون افعافي عندهم كمان لأثبتوا لأثبتوا والمخلص الكبير للوطن والمواطن انه بعضهم اليوم عم يحمونه وعم يعملوا وهذا شيء عم جد رائع جدا هيدا الشيء بأكدش فيه ناس بتحب بعدها لبنان وبتحب هيدا الوطن على امل انه باقي الكوى المتحكمة بالرقاب الاقتصادية والمالية والنقضية يعني مثلا هتختم فيها يحكى اليوم عن ابداعات جديدة من مصر في لبنان ودولة الرئيس ميقاطي انه تحويل الودائع من دولار ل ليرة عادي اموالهم هن يعني بتصرفوا اموال الناس كأن اذا سألتوا لانها لحاكم مصر في لبنان ولا رئيس الحكومي ولا غير لوان مصياتكم حبيبي لوان هربتوها لوان ظهرتوها هن بيحقلهم يخدوا اموالهم اللي هي بمئات ملايين الدولارات اما انت اذا معك خمسين الف او مئة الف او مئتان الف فادوني حاسبوك عليها بتحويل لك اياها ليرة لك هيدا كمة الظلم هيدا كمة الاشحاف في حق المواطن اللبناني واخر همن هيدا اللي علي عم بحكيه اليوم انت عم تشمع ناس وسطد السفاهة المطلقة لما قل لك السفاهة المطلقة من باب بي وعساب الموضعين ايه انه يا ابا انا بديجي يقول لا انا بديجي يقول انه بدي حول اموال الناس لليرة وبدي اعطي الموضع هرقات تتين بالمية وعادي هو قاعد ببيته ومولع سيجاره وعرف كيف وقاعد مرتاح ومصياته كلها الربع لبرة وعليه خمس سنوات عضية خارج لبنان اني اعني هنا حاكم مصر في لبنان بالعام المجردة كان افضل انا ما قل لك بدنا نروى الوضاعك حلقة الميلاد كنا عادي ما وصلنا لهو دكتور محمود جباعي الخبير والباحث الاقتصادي شكرا جزيلا لك اعطيك عافية مشاهدينا الكرام فوصلنا نعود لمتابعة ملفات ملف الاخير عن سيتحدث عن انجازين لبنانيين مشاهدينا الكرام عودي لمتابعة ملفنا اليوم يعني حبينا نعمل ملف عن انجازات لبنانية بلد هذه الازمات حلو نلقي الضوء او نضوي على انجازات متل كل فترة ببرنامج ملفات اليوم معنا انجازين انجاز بكأس المبدعين العرب والمرتب الثاني عن فئة القصة مع الكاتبة والشاعرة احلام زلزلي وايضا الطفلي ماريا عودي واستاذة محمد مسلماني عن حقق وانجاز كالعادي معودين بالحساب الذهني بدي نروح بالبداية لسيدي احلام زلزلي لنتحدث عن انجازة بكأس المبدعين العرب مسال خير مدام مسال خير تحياتنا السيد عباس باختصار اذا من يعني هيك شو كانت البطولة او كأس المبدعين العرب وما هي القصة اللي قدمتي فيها واحرزتي المرتبة التاني او المركز التاني بداية اريد ان اعرف بالمجموعة العربية بانها اهم واشهر شركة منظمة للجواهز الابداعية للعرب حول العالم العرب او ينتمون الى اصول عربية في مختلف دول العالم كل سنة تقيم مصابقة في مختلف المجالات هذه السنة شاركت سبعة عشر دولة عربية وانا ترشحت عن مجموعة القصصية التي طبعتها تحت عنوان احلام والمصابقة تصمت الى مرحلتين المرحلة الاولى اعتمدت على تصويت الجمهور والمرحلة الثانية على تقدير لجنة التحكيم باختيار اسماء الفائزين من بين الاسماء المشاركة هذه السنة شاركت سبعة عشر دولة واعلنت النتائج في 18 ديسمبر السبت الذي مضى في حفل ضخم اقيمة في منطقة ميفير الشهيرة في لندن العاصمة البريطانية افتتح الحفل مدير الشركة المجموعة العربية الاستاذ الدكتور رامي شوكة التباعي اذا كان يشاهدوا سيد احلام التفاصيل هذه الروتينية واللوجستية مش كثير نعرف مدى اهمية هذه الجائزة بدنا نعرف هذه الجائزة تفضل نعم بدنا التفاصيل كيف حصلت على الجائزة قديش بلبنان عندنا مبدعين قديش عندنا انجازات أنا في الاصل كشاعرة اكتب الشعر ولكن ايضا اكتب القصة بعد ان طبعت مجموعة القصصية احبابة ان اخذ هذه التجربة وان اشرف اسم لبنان عالميا في هذه الجائزة طبعا تقدمت بهذه المجموعة وعردت عملين اخيرين في المرحلة النهائية على لجنة التحكيم وتمكنت من الفوز بفضل الله برغم الظروف الصعبة كثاني افضل سعربيه لعام 2021 وبهذه المناسبة نعم تفضل لا بدي اسألك انا بدي اسألك وتعلميني اكتر من سؤال ما بدنا نقدم مطالعة ست احلام قديش هذه الجائزة بتخليك تتشجع كرميل الكأس السنة المقبلة انا اشارك في جوائز اخرى ايضا اعمال كثيرة اتمنى ان احقت النجاح فيها ايضا واعلن عنها في حينها طبعا اريد ان اشارك في السنة المقبلة ان شاء الله بفضل دعم هل هناك دعم رسمي من ابل الدولة المبنانية او من ابل اي وزارة او فقط يعني انت فيتي بالموضوع كل الدعم جهد فردي جهد فردي للأسف كل الدول من السعودية الى مصر الى الجزائر الى تونس اهتموا بالحملات الاعلانية لمرشحيهم وتابعوهم ماديا ومعنويا انا اشاركت في هذه الجائزة بمفردي لا احمل سوى قلمي ومحبتي ببلدي لبنان والحمد لله برغم هذه الانظروف القاسية تمكت من الفوز فمبارك لبنان والبلدة الحبيبة الخير تفضل يمكن دكتورة او ست احلام ان الوضع بلبنان نعم استاذة يمكن الوضع بلبنان شوي يعني عامل عالي من ازمات ما بدنا كتير نلوم المعنيين ولكن يجب ان تحتضن او ان يحتضن الجميع او جميع من يشاركون في المصابقات الدولية وخصوصا انه حلو الانجاز بهيدا بهيدا الوقت انتقضتي في وقت سابق مسألة يعني حتى بعض الجائزة لم يكن التعامل كما خبرتيني بطريقة على الاقل اظهار هذه الجائزة اديش هيك زعجك هذا الموضوع كان المفروض ان اذهب الى بريطانيا واتسلم الجائزة هناك لكن تعرف الظروف لكن لا يجب ان نلقي دائما اللوم على الظروف علينا انت تعرف ان الابداع يولد من رحم الاحزان يعني اذا كانت السياسة والاقتصاد اذا ميران فالفنون هي التي تعمر هذا البلد ويجب ان ندعم هؤلاء المبدعين لكي يبقى وجه لبنان الحقيقي وجه اللبنان الذي نريده نعم نحب ان يكون ولد السلام ولد الاستقرار نعم استاذا احلام نحنا بدنا نقلك من هذا البرنامج ألف مبروك يعطيك ألف عافية وهيكي مثل مهمة وواجب ومسئولية انه ترفع اسم بلدك في الخارج رغم كل الظروف ورغم انه حتى ولو كان ما في مساعدات وما في احتضان بتحب تضيفي شيء الحمد لله نعم الحمد لله بتشكر قناة الانبئان التي اهتمت بنقل هذا الفوز العالمي وأتشكرك أنت بالذات الاعلامي المحترم المعروف بدماثة أخلاقه وأريد أن أشكر كل من الذي دعمني في لبنان والبلاد العربية نعم نعم هل لدي المزيد من الوقت لأخطب بهذه الكلمة الأخيرة؟ آه المدية قصيرة جدا قصيرة جدا حملت حروفي ووطني تضيء في سماء الرقي والأدبي لأجلك لأجل أهلي على رأس المصائب والآلام أقمت العرس والأفراح سيدة أحلام ألف مبروك يعطيك ألف عافية وشكرا وشكرا على هذا الإنجاز وعلى هذه الكلمات الجميلة بنهاية إطلالتك معنا لليوم ورح نتابعك ونتابع كل لبناني ولبنانية يحققون الإنجازات شكرا لك وعطيك ألف عافية وسأنتقل مباشرة إلى إنجاز لبناني آخر شكرا لك أستاذ مباشي شكرا لك أستاذ مباشي شكرا لك أستاذ مباشي ومبروك لضيفتك ماريا ليست المرة الأولى الطفلة ماريا عودي في الحساب الذهني دائما هناك أطفال وأبطال من لبنان بدي رحب بالطفلة ماريا عودي وأعتقد كما شفت بالصورة بيئة الصورة مع الأستاذ محمد مسلماني مساء الخير أستاذ محمد مساء الخير أستاذ محمد مساء النور أستاذ عباس أنا بايها لماريا ليس أستاذ محمد حسنا عفوا أمان الله يخلي لك ماريا وألف مبروك ألف مبروك الله يجاري فيك أنت ساخر للبنان وكن جاهز إلنا وألفهم لكل الشعب اللبنان نعم خليني إبدأ معك خليني إبدأ معك دائما هيك أمور بالتعب الأهل أنا حضرت أكتر من مسابقة وكانت ماريا موجودي بيتعبوا الأهل مع الطالب ومع ابنهم إن كان معنويا وحتى ماديا في بعض الأحيان قديش وقت اللي بتحقق ماريا إنجاز هيكي بتشعر بالفرح وبالفخر إنه بنتك عم بتحقق هيدا الإنجاز أستاذ عباس واحد يتعب بطير بس بعد يوصل للنتيجة اللي وصلتها ماريا بينسى بتاعها وبينسى كل مشاكل اللي مرة أكيد أكيد هذا الإنجاز يعني فاخر لك أو مترفع ماريا اسم الليبنان بالعادة فاخر لنا كل شيء نعم خلينا نسأل ماريا ماريا مساء الخير أهي مساء النور مبروك يا ماريا ماريا بديك تخبريني عن البطولة وابديك تخبريني أي 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 مرتبة أحرزتي ومين كان يعني من أي الدول كانوا الأبطال اللي نفسوكي أنا من سنتين كنت معكم وشفتك بالمنافسات بالحساب الدهني يا لاتفضلي أنا هلأ سجل في المركز في أبسي من ثلاثة أثنين وابلشت تدريبات كنت أتدرب ساعتان بالمركز ومع مرور الوقت مع مرور المنافسات أتدرب ست ساعت واثناشر ساعة بالبيت أنا شاركت ورحتي كثيرا عن مخيمات تدريبية في بيروت وأونلاين مع تيم لبرايني كيتز وشاركت بكثير من المسابقة واحدة عن مستوى العالم العربي واحدة عن مستوى مصر ولبنان والثاني والأهم يعني مع منظمة أياما ومستوى العالم يعني كم شاركين فيها 32 دولة من مختلف يعني مختلف القرى وفيها جبت المركز الأول نعم مريا ببرنامج برايني كيتز من كان يشرف عليك على تدريبك وعلى مساعدتك؟ أكيد نحن هنا لا نوجه تحية لأستاذ محمد مسلماني في البداية لأنه هو أستاذك كما فهمت أستاذ محمد والمسطرة يعني بالمركز البي أفسي والأستاذ محمد سواد والشركة ببرايني كيتز أكيد أستاذ محمد سواد دائما نحن ما بيكون ضيف عنا للحديث عن هذا الأمر مريا قداش كنت مبسوطة بالجائزة أنه أنت من لبنان رغم كل هذه الظروف ما بدي كتير حملك فوق قدرتك ولكن أنه بهيدا التحضير وبهيدا التدريب وبذل هيدا الظروف أنك قفزتي على أبطال وبطلات من دول تانية وبدك تخبريني بشو ربحتي يعني شو كان اسم المسابقة والجازة اللي ربحتيها أه يعني هنا أنه أنا أول شي كنت يعني اتدرب كتير لحتوصلت يعني حققت هيدا النجاح يعني وأول شي أنه أول ما يعني أول ما تعبت من نجح أول ما طلعت النتيجة أنه نسيتني كل التعب اللي تعبته يعني وشاركت يعني يعني في حدا يوصل مثلي بس أنه هم يتعب وينجح لحتى يتدرب لحتى يوصل لحتى أنه يصور أعلى مني كبه نعم شو 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 المسابقة كانت يا ماريا هي مسابقة على 32 دولة كانت أولان لأنه في الظروف الصعبة وكورونا يعني كان مشارك فيها 700 طالب يعني طالب مختلف مختلف الدول يعني كان فيها 32 دولة 700 طالب وشاركناها أولان نعم ماريا شو بتقولي قبل ما يختم معك شو بتقولي لأستاذ محمد مسلماني وشو بتقولي لصديقنا أستاذ محمد السويد أنا بتشكر الأستاذ محمد المسلماني ومركز بي أفسي والأهل اللي دعموني وقفوا جنبي وأستاذ محمد السويد يعني هو اللي يتعب أكتر شي نعم بدي أرجع عند عند الوالد يا ماريا قديش رح تساعد ماريا بالمستقبل وتضلك ترعاها كرميل ترفع اسم لبنان عالي بكل هيد البطولات رح نظل نحاول الأدماء فيه أب ما الله يعطينا إمكانيات ونفس نظل فينا السعادة رح نظل طبعاً عندنا بغيير الدعم الرسمي وغيير الدولة كله بدي كوفة جون شخصة رح فينا نحن رح نترع بها المجال هادي لحد وغرباتها نحن قدامها ومعها لديها نعم يعطيك العافية مبروك لماريا ومبروك لنا كلنا بإنجاز ماريا والله يخليك فوق راسا لا تتعب وتقدم لها كل ما يلزم من أجل تحقيق هذه الإنجازات ألف مبروك مرة تانية يا ماريا ونطرينك ببطول جديدة وبكأس جديد وبإنجاز جديد كل وسائل إعلام لغطة الحدس شكراً لكما إذا مشاهدين الكرام مع إنجازين لبنانيين لبنانيين نختم ملفاتنا بليلة الميلاد ومثل ما بلشنا ندعو الله ونرفع الصلوات أنه يخلص بلدنا من كل أذماته أو أذماته شكراً للمشاهدين على حسن المتابعة ملتقانا الأسبوع المقبل وإلى اللقاء